اشتركوا في القناة تناولت صحيفة الجارديان البريطانية الصراع في السودان وقالت انه صراع جنرال ضد جنرال وكلاهما ضد الشعب وعتبرت ان كلاهما متعطش للسلطة من اجل السيطرة لكن الرغبة في الديمقراطية بالبلاد لا تزال باقية ووصفت الصحيفة في افتتاحية لها العلاقة الوثيقة بين الرجلين حتى قبيل انفجار الصراع بينهما السبت الماضي بقوله في البداية انقلب كل من رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبدالفتاح البرهاني البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دجلو الملقب بحمدتي على الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي خدماه عندما انتفض الشعب السوداني عليه ثم انقلبا على السياسيين المدنيين الذين وصلوا الى السلطة بعد ذلك والان انقلبا على بعضهم البعض وقالت الصحيفة ان كثيرين كانوا يتوقعون اشتباك الرجلين لكن انفجار العنف بداية الاسبوع الجاري وحجمه والسرعة التي انتشر بها في جميع انحاء البلاد بما في ذلك في دارفور والمناطق الحدودية الشرقية كل ذلك كان مروعا ومخيفا واعتبرت ان سجل كلا الرجلين قاتم حيث لعبا دورا قياديا في حملة محاربة المسلحين في دارفور خاصة قوات الدعم السريع وفق الصحيفة واوردت الجارديان سبب اندلاع الصراع بينهما مشيرة الى خطط دمج قوات الدعم السريع مع الجيش في اطار من المفترض ان يؤدي لعودة البلاد الى الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021 الى واشنطن بوست مسيرة اسرع من الصوت الشبح الصيني تحذر تايوان وتنذر واشنطن طائرة مسيرة تحلق بسرعة اكبر من الصوت قد تنشرها الصين قريبا في خطوة مرتدة على ازمة التنين على تايوان او مع تايوان وتقييم عسكري امريكي مسرب افادة بان الجيش الصيني قد ينشر قريبا طائرة تجسس مسيرة ذات ارتفاع عال وتحلق بسرعة اكبر من صوت من سرعة الصوت بثلاثة اضعاف على الاقل في تطور من شأنه ان يزيد بشكل كبير قدرة الصيني على اجراء عمليات المراقبة وذكرت الصحيفة واشنطن بوست الامريكية ان الوثيقة السرية من الوكالة الوطنية للسخبارات الجغرافية المكانية ولم يتم تنولها من قبل وتظهر الوثيقة ان الجيش الصيني يحقق تطورات تكنولوجية يمكنها مساعدته في استهداف السفن الحربية الامريكية حول تايوان والقواعد العسكرية في المنطقة كما تظهر صور للأقمار الصناعية يعود تاريخا الى 9 من اغسطس اب الماضي تشمل مسيرتي استطلاع من تراز WZ9 من قاعدة جوية شرقي الصين على بعد حوالي 350 ميلا من شنغهاي وبحسب الصحيفة الامريكية فتعتبر المسيرات نظام مراقبة متطور يمكنه مساعدة الصين في جمع المعلومات ورسم الخرائط بالوقت الفعلي لوضع الاستراتيجيات او شن ضربات صاروخية في صراع بالمستقبل ننتقل واياكم الى صحيفة الاندبندنت امين عامل اطلسي في كييف قبل هجوم متوقع في الربيع وصل الامين العام لحلف شمال اطلسي الناتو ينسي السولتنبرغ الى كييف في زيارة غير معلنة على ما ذكرت وسائل اعلام اوكرانية ونشرت وسائل الاعلامي صورا لسولتنبرغ في وسط العاصمة الاوكرانية كييف امام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك وتظهر الصور سولتنبرغ منحني الرأس امام النصب ويتمنى ايضا من الكثير من المسؤولين حوله ويمتنع الكثير من المسؤولين ايضا الغربيين عن الاعلان المسبق عن زيارتهم الى كييف لاسباب امنية واقل مسؤول في الحلف ان الامين العام للناتو موجود في اوكرانيا وسننشر مزيدا من المعلومات في اقرب فرصة واتت زيارة السولتنبرغ بعد حوالي 14 شهر من بدء الحرب الروسية على اوكرانيا وقبيل هجوم اوكراني مضاد متوقع وتعهد الناتو بالوقوف الى جنب اوكرانيا في حربها ضد روسيا وفي وقت سابق من هذا الشهر دعا سولتنبرغ الرئيس الاوكراني فلودمير الزيلينسكي الى قمة للحلف تعقد في يوليو تموز المقبل وقال ايضا ان الرئيس الروسي فلودمير بوتن سعى الى اغلاق باب الناتو لكنه فشل في موازات ذلك ستشتري الدنمارك وهولندا 14 دبابة من طراز ليوبارد تو بقيمة 165 مليون يورو لارسالها الى اوكرانيا التي تطالب باسلحة ثقيلة على ما اعلنت وزارة الدفاع الدنماركية الخميس واضحت الوزارة ان الدبابات ستسلم الى اوكرانيا مطلع 2024 مشيرة الى ان الكلفة تقدر ب 165 مليون يورو وفي الاندبندنت ايضا تعايش مع الازمة سكان غزة يستأجرون ثياب العيد بدلا من شرائها يقوم سكان قطاع غزة وتداخل ايضا في شراء الملابس لكن في هذه المرحلة الامر اختلف نوعا ما داخل احد متاجر بيع الملابس في غزة دار جدال طويل على طقم مؤلف من قميص وبنطال وحاول عثمان جاهدا شراءه بالثمن الذي يناسب ظروفه المادية الا ان البائع رفض بيعه بخسارة وما بين المحاولة في استعطاف البائع والشعور بالحسرة والاستياء بات عثمان في حيرة من امره حتى خطرت على باله فكرة استجار بدلة رسمية لقضاء يوم العيد فيها بدلا من عملية الشراء وفي اعتقاده ان هذا الحل الامثل للتفلت من ارتفاع اسعار الملابس وقلة قدرته المادية على اقتناء ثياب جديدة مباشرة توجه عثمان الى المتجر الخاص بتجير البدل الرجالية الرسمية واخذ يقلب فيها بحثا عن واحدة تناسبه وما ان وجد طلبه سأل البائع كم ايجار هذه لفترة يومي العيد فكان الثمن يقدر حوالي عشر دولارات امريكية وحينها ارتسمت البسمة على وجهه ففي غزة جرت العادة عند سكانها على شراء ملابس جديدة لعيد الفطر بخاصة الاطفال والنساء وعادة ما تضع الاسر خطة مالية وموازنة محددة لثياب العيد وتكون في المتوسط عشر دولارات للاطفال وتصل الى ثلاثين دولارا للرجل والسيدات بما يشمل الملابس والاحذية والكماليات الاخرى لكن هذا العام شهد قطاع غزة وقطاع الملابس في قطاع غزة ارتفاعا جنونيا في الاسعار وصل الى نحو 400% عن الثمن الطبيعي للثياب واثار ذلك حالة من الصدمة وموجة من التذمر الكبير لدى السكان الذين يعيشون اوضاعا مادية غاية في السوق ننتقل وياكم الى صحيفة الشرق الاوسط موسكو تنشر غواصات نووية وكييف تتسلم اول انظمة الدفاع باتريوت نشرت موسكو غواصات نووية في المحيط الهاد في اطار اكبر عملية تدريب واختبار للجهوزية القتالية لقوات اسطولها وافدت وزارة الدفاع الروسية في بيان بان الهدف من نشر هذه الغواصات المتعددة متعددة الاغراض واختبار عملية التفتيش المفاجئ للجهوزية القتالية للقوات وحماية المنطقة المائية للقوات في شمال شرقي روسيا على صعيد اخر واصل لكريملين تحذيراته من تزويد اوكرانيا بالاسلحة خاصة بالذكر كوريا الجنوبية بعد اعلان الاخيرة استعدادها لارسال اسلحة الى كييف في حال واجهت هجوما عنيفا من قبل روسيا وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف ان الكريملين يأسف للموقف غير الودي لسيول بشأن اوكرانيا منبها الى ان امداد كييف بالاسلحة يعني الانخراط في الصراع كذلك تسلمت اوكرانيا اول انظمة الدفاع الجوي الامريكية باتريوت في وقت تعد كييف فيه لهجوم في الربيع ضد القوات الروسية وفي صحيفة الشرق الاوسط ايضا في السودان نزوح جماعي من الخرطوم وسط تصاعد للقتال في الشوارع شرع الالاف من المدنيين في الفرار الجماعي من العاصمة السودانية الخرطوم حيث يتصاعد القتال بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان ديقلو حمدتي الذي شمل قصفا كثيفا ايضا بالطيران الحربي وقال شهود عيان ان سكان المدينة يستغلون فترة افطار رمضان لمحاولة الخروج من العاصمة سيرا على الاقدام او في مركبات على الطرق التي تغطيها الجثث وتنبعث منها روائح قاتلة وهياكل المدرعات المتفحمة وسط ازيز الرصاص ودوي القذائف وفق وكالة الصحافة الفرنسية في هذه الاثناء وفق طرف الصراع على هدنة جديدة مدتها 24 ساعة وسط شكوك في نجاحها نظرا الى فشل الهدنة السابقة اول امس ما يمثل اختبارا جديدا لجدية الطرفين من جانبها نقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة السودانية ان الاشتباكات الجارية منذ السبت الماضي اسفرت عن مقتل 270 شخصا على الاقل واصابت اكثر من 2600 اخرين وتواصلت الجهود الاقليمية والدولية لوقف الحرب السودانية اذ تلقى الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعود اتصالا امس من كاثرين كلون وزيرة الخارجية الفرنسية ناقش سبل وقف القتال في السودان كما ناقش الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الاطراف المتحاربة وناشدها بوقف اطلاق النار خلال ايام عيد الفطر ما يسمح للسكان بالتقاط انفاسهم والتعامل مع الحالة الانسانية الحرجة والعاجلة والحالات المصابة ايضا ننتقل الى صحيفة العرب الذهب والمجوهرات اجمل هدايا العيد في السعودية الحلي والزين من الذهب والمجوهرات من المقتنيات المحببة الى النفس وذلك لما تتميز به من اظهر الرونق والبهاء لمرتديها فمع وصول عيد الفطر يحرص عدد من المواطنين والمقيمين في السعودية على زيارة محال الذهب والمجوهرات لشراء انواع الحلي من العقود والقلائد والخلاخيل والاقراط والاساور والخواتم اما لاقتنائها او لتقديمها كهدايا للامهات والزوجات التي يحرصن على التزيون بها طيلة ايام عيد الفطر اضافة الى التزيون بها في المناسبات الوطنية والاسرية والاجتماعية والاعراس ويعد سوق الذهب والمجوهرات في سوق الحب الدمام من اكبرها في المنطقة حيث يضم اكثر من مئة محل ومعرض لبيع المصوغات الذهبية والفضية اضافة الى عدد من مصانع الذهب وورش الصياغة والصنيع للذهب والمجوهرات حيث اسم قرب المنطقة الشرقية من خمس دول من مجلس التعاون الخليجي في نشاط الحركة التجارية ودعم اسواق الذهب والمجوهرات الكثير من العائلات في محافظتي الاحساء والقطيف امتهنوا صياغة الذهب والمجوهرات منذ قرنين من الزمن واضح تاجر وصائغ الذهب والمجوهرات راضي الدجاني انه امتهن صياغة الذهب والمجوهرات قرابة 60 عاما حيث تعلم هذه الحرفة من والده الذي يعمل على صياغة الذهب يدويا مبينا ان اسواق الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية تشهد اقبالا كبيرا في شهر رمضان المبارك وذلك لاقتناء وشراء الذهب والمصوغات الذهبية التي يحرص الاهالي على تقديمها كهدايا للامهات والازواج في عيد الفطر المبارك وفي صحيفة العربي ايضا قلب صيد القديم في لبنان ينبض بالحياة في ايام العيد مع وصول عيد الفطر السعيد تشهد ساحة باب السرائي التاريخية وسط مدينة صيد القديم جنوب لبنان على مدار شهر رمضان حشودا من الزوار التي اتت لتكمل سهرتها بعد الافطار حتى الفجر وتعد ساحة باب السرائي اكبر ساحة عامة وسط صيد القديمة التي تعود تسميتها الى هذا الباب الشهير لسرائي فخر الدين الثاني من اهم المعالم السياحية حيث تستقبل الاحتفالات والانشطة الثقافية التي تجعل منها مركزا نابضا بالحياة في شهر رمضان المبارك وتزدهر الحركة في صيد تزامنا مع افتتاح المحلات التجارية في الاسواق التجارية ايضا ليلا استعدادا لعيد الفطر وتستقبل الاسواق القديمة في المدينة روادها حتى الفجر رغم انها طوال السنة تكون مقفولة ليلا ويقول صاحب احد المحال التجارية والاكسسوارات ان اسبابا عديدة تظافرت لتجعل الحركة التجارية ناشطة منها عودة المغتربين لقضاء الاعياد وسط ذويهم ومنها التكافل الاجتماعي في رمضان ومساعدات المسافرين للأهل والاقارب وحتى الاصدقاء في المناسبات باعتقاد ان الناس قرروا البحث عن الفرح بدلا من الحزن بما تيسر لديهم ننتقل الى صحيفة القدس العربي اعتراف نادر لزعيم المعارضة الرئيسي في تركيا انا علوي والنظام تمييزي في عهد الرئيس اردغان قدم زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كيلشدار اوغلو اعترافا نادرا بشأن اصوله باعتباره ينتمي لاكبر قلية دينية في البلاد وذلك في احدث محاولاته للحصول على دعم قبيل خوضه الانتخابات في الشهر المقبل والتنافس امام الرئيس رجب طيب اردغان وانقلت وكالة بلومبرغ للانباء عن كيلشدار اوغلو قوله في مقطع فيديو تم بثه على تويتر وحصل على اكثر من 12 مليون مشاهدة انا علوي مشيرا الى انه في حال تم انتخابه لن نتحدث فيما بعد عن التمييز والاختلاف بل سنتحدث عن شراكتنا وعن احلامنا المشتركة ويهدف خطاب زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني الى اقناع الناخبين الشباب بدعا كيلشدار اوغلو امام ما وصفه بالنظام التمييز في عهد اردغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ عام 2002 وله اصول في الحركات الاسلامية السنية وفي القدس العربي 85 قتيلا في حادث التدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء قتل 85 شخصا على الاقل وصيب 322 بجروح الخميس في اليمن في احد اكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الاخيرة وذلك خلال توزيع مساعدات مالية في عاصمة البلد الغارق بالحرب ويشهد افقر دول شبه الجزيرة العربية منذ عام 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران والذين يسيطرون على صنعاء وقوات الموالية للحكومة والتي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية وتسببت الحرب بمقتل مئات الالاف بشكل مباشر او بسبب تداعياتها فيما يهدد خطر المجاعة ملايين السكان ويحتاج الاف الى علاج طبي عاجل غير متوفر في البلد الذي تعرضت بنيته التحتية للتدمير ووقعت الحادثة قبل ايام من حلول عيد الفطر خلال فترة غالبا ما توزع خلالها مبالغ مالية ومساعدات على الفقراء في اليمن ننتقل الى صحيفة شفق التركية اردوغان يهنئ الشعب التركي بعيد الفطر المبارك هنأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شعبه بقدوم عيد الفطر المبارك جاء ذلك في فيديو له نشره على تويتر قال فيه ان بلاده كانت حزينة خلال شهر رمضان المبارك بسبب ضحايا زلزال قهرمان مرعش الذي وقع في فبراير شباط الماضي ولفت الرئيس التركي لان حكومته لم تترك منكوبي زلزال وحدهم في هذه الايام الفضيلة وذكر بانه زار الولايات المنكوبة اكثر من مرة للتضامن مع المتضررين من جهة وتفقد اعمال الاغاثة والمشاركة في مراسم وضع اساس منازل للمتضررين واكد تكاتف الحكومة والشعب من اجل تضميط جراح متضرري الزلزال مبينا انه تمت ازالة القسم الاكبر من الانقاض والبدء بانشاء مئة وحدة سكنية ومنزل ريفي واشار الى انه مع افتتاح المدارس في الولايات المنكوبة مجددا بعد العيد من المرتقب ان يساهم ذلك في عودة الحياة الى طبيعتها بشكل كبير واضف ان حكومته تخطط لانشاء ستمائة وخمسين الف منزل للمنكوبين على ان يتم تسليم ثلاثمائة وتسعة عشر الف منزل منها في غضون عام واخيرا في عربي بوستيران تعلن اعتراض غواصة نووية امريكية واجبارها على الصعود الى السطح في مياه الخليج وتكشف عن وجهتها قال قائد البحرية الايراني للتلفزيون الرسمي ان الاسطول الايراني اجبر غواصة امريكية على الصعود الى السطح لدى دخولها مياه الخليج وقال كانت الغواصة الامريكية تقترب وهي مغمورة تحت سطح المياه لكن الغواصة الايرانية فاتح رصدتها ونفذت مناورات لاجبارها على الصعود الى السطح اثناء مرورها عبر المضيق ودخلت ايضا مياهنا الاقليمية لكنها صححت مسارها بعدما تلقت انذارا فيما كانت البحرية الامريكية قد قالت في وقت سابق ان الغواصة فلوريدا التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجه تعمل في الشرق الاوسط دعما للأسطول الخامس الامريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له وقال المتحدث باسم البحرية قال في بيان سابق ان الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة الخميس وبدأت في عبور قناة السويس واضاف انها قادرة على حمل ما يصل الى 154 صاروخ كروز من طراز تومحوك وارسلت الى الاسطول الخامس الامريكي للمساعدة في نشر الامن والاستقرار في البحرين والمنطقة ننتقل وياكم الى الكاركاتير نتابع وبهذا نكون وصلنا الى ختام هذه الجولة الصحافية الى ان التقي بكم في جولة قادمة في امان الله وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة